موسيقى لماذا تتسابق مختلف أطراف الصراع في اليمن على انتهاكات حقوق الإنسان اليمني على هذا النحر؟ إلى متى يظل الهدر غير المسبوك للحق في السلامة الجسدية وفي الحرية؟ هل باتت جرائم التعذيب في مراكز الاحتجاز سلوكاً اعتيادياً ممنهزاً؟ موسيقى أهلاً بكم منذ الوهلة الأولى لاجتياح الميليشيا الحوثية المدن اليمنية شنت حملات اعتقال واسعة طالت آلاف اليمنيين وزجت بهم في السجون ومارست بحقهم صنوف التنكيل والقمع حتى أصبحت جرائم التعذيب في سجون الميليشيا عنواناً يتصدر الانتهاكات في اليمن لكن الأمر لم يقف هنا فقد كانت مدن الجنوب المحررة من الميليشيا على موعد مع جلاد آخر مارس نفس السلوك الوحشي ضد المختطفين وتناقلت وكالات الأنباء العالمية تقارير السجون السرية وحفلات التعذيب داخلها حتى مارب التي ظلت إلى وقت قريب مثالاً مشرقاً لسيادة القانون رغم الحوادث الفردية يخشى أن تتحول بدورها إلى مسرح آخر للانتهاكات وجرائم التعذيب أيضاً المعذبون في السجون اليمنية علم خفي وموحش ما يقفز بعضها إلى السطح من شهادات الضحايا أو مشاهد لمن قضى منهم تحت التعذيب يكشف عن جزء من جرائم مخفية تحدث في الأقبية السرية لمليشيا الحوثي والإمارات أو في السجون الشرعية انتهاكات ضد حقوق الإنسان تثير الكثير من الأسئلة حول طبيعة التعذيب الممنهج ضد السجناء والمعتقلين لكن ما هو مستغرب أن هذه الجرائم سجلت متورطين في كل الجهات وليست حكراً على مليشيا الحوثي التي احتلت صدارة الجرائم في الانتهاكات والتعذيب في السجون آخر الأحداث جاءت من مأرب حيث تفيد بعض الروايات أن الضابط ضيف الله هرشل قضى تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز بالمحافظة ضيف الله أحد رجال الجيش الوطني حارب تحت لواء الشرعية في مواجهة مليشيا الحوثي الإنقلابية رغم التوجهات العسكرية بالتحقيق في وفاة ضيف الله تحت التعذيب غير أن حالة السخط الشعبي من هذه الحادثة وتأثير استهداف السجناء وتعذيبهم حتى الموت في سجون الدولة وفي مناطق شرعية تؤكد أن المسألة تجاوزت الحدود المعقولة لهذه الجرائم تقول الإحصائيات الأخيرة أن قرابة 120 ناس جيناً قضوا في سجون مليشيا الحوثي فيما كان لدولة الإمارات نصيب وافر من أجزاد اليمنين المعذبة ففي منتصف 2018 وثقت وكالة الأسوشيتد بيريس شهادة على لسان بعض المعتقلين في سجون سرية خاضعة لسيطرة دولة الإمارات تؤكد تعرضهم لتعذيب وحشيا ومنهج أحداث تسجل لمحة قاتمة عن عالم خفيا من انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة التي يرتكبها ضباط الإمارات دون أن يخضع لأي مساءلة أو عقاب سجون اختطاف أبنائنا وأزواجنا والبعض منهم يعذب أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له السجناء في المعتقلات الخاضعة لسيطرة الميليشيا والدولة يحاطوا بعزلة عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والنشط السياسي حافظ مطير عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب وسينضمعه آخرون أيضا عبر الهاتف مساء الخير أستاذ حافظ شكرا جزيلا مساء الخير والعافية أهلا بك ونتقدم بالتعاذي ونشكركم على هذه الاستضافة في قناة بالكيس أهلا بك أستاذ حافظ وأنت متابع لقضية النقيب ضيف الله هرشل رحمة الله علي الذي توفي اليوم في سجون الشرطة العسكرية بمأرب ضعنا في ملابسات القضية بالنسبة لحادثة الشهيد ضيف الله هرشل هو معروف بالنسبة له ومواقفه كانت معروفة منذ اللحظات الأولى في مقاومة ميليشيات الحوثي وحتى آخر لحظة فكان من أمسك بشحنة الطائرات المسيرة التابعة للميليشيات الحوثي كما أمسك بأجهزة اتصالات حديثة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي وهناك العديد من الوثائق تثبت أن توجيهات العليا بترقيته كمكافأة على ما قام به الآن حدثت احتجاجات مطلبية في الشرطة العسكرية قبل ثلاثة أشهر كان يطالب مستحقات زملائها بحسب الوثائق التي وصلتنا لكن بعد تلك الحادثة أو الاحتياجات استدعوه زملائها الذين كانوا ممثلين لهم باعتباره أنه كان يمثل قائد وكان يكلف بالعديد من المهام في أي مهام كانت مهام صعبة كان يكلف ضيف الله هرشل بعد تلك الحادثة توساطه إلى أخذ ضيف الله هرشل كي تأخذه إلى المنطقة العسكرية ثم أخذوا إلى دائرة الاستخبارات العسكرية بعدها لم نسمع إلا قبل يومين عن أنه توفي في السجون هناك أخبار تقول أنه توفي جراء التعذيب وهناك أخبار تقول أنه تم الشنقة هناك العديد من الملابسات حول هذه الأشياء فيما زميله العميسي كما حسب الأخبار المدولة أنه خرج من السجن وهو مختل فالإشكالي هذه نحن لا نعتبرها إشكالية إنه إشكالي عبره وإنما نحن نعتبره طالما أنه لديها المواقف هذه السابقة في إفشال الميليشيا والقبض على العديد من أجه هزتها وطائرتها المحمولة قد يكون من ضمن الاستهداف لكل القيادات التي وقفت عائق أمام الميليشيات كما أن هناك أكثر من سيناريو إدار الإفلاق الجيش الوطني من أبطاله وهذا ما نطالبه قيادة الشريعية بسرعة التحقيق في قضية هرشل كما نقاب كل الاستهدافة التي تطال الوطنيين والشرفاء الذين وقفوا ضد الميليشيات منذ أول لحظة لأن أنا أعتبرها الآن بالنسبة لقضية هرشل إنها رسالة لكل من وقف ضد الميليشيات الحوثي أنه سيكون مصيرك نفس مصير هرشل طالما أنه أوقف شحنات الطائرات المسيرة كما أوقف شحنات الأجهزات المحمولة كما أوقف تلها العديد من الوقفات الكثيرة التي كان يعتبر حجرة عزراما ميليشيات الحوثي نعم يعني هو حين تم القض عليه أستاذ حافظ يعني بأي تهمة تم توجيهها إذا كل هذه المواقف المشرفة قدمها لأجل الوطن أيضا بالنسبة للتهمة توجد العديد من الاتهامات لكن الحقيقي كما بلغنا من جمالاء وكما تواصلنا وقرأت البيان الأخير الذي صدر عن زملاء منتسبة الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة مارب البيان صدر أنهم يدينوا هذه بأشدة العبارات وأن هذا استهداف لكل الوطنيين الشرفاء في المؤسسة العسكري والذين لهم أدوار ومواقف أما بالنسبة للحظة كما بلغنا أنه خرج في وقفات احتجاجي مطالبة باستحقاقي واستحقاق زملائه وأفرادها الذين يقعون تحت قيادته هذا بحسب الوثاقة التي وصلتنا وبحسب البيان الذي نشر مؤخرا والذي قرأته قبل أن أأتي إلى الأستوديو نعم إذن بيدي أستاذ حفظ طلب للنائب العام من قبل عائلة المتوفي ضيف الله يعني لنيابة العامة لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة حقيقة وضبط الجنة هل تتوقع أن التحقيق سيتم فعلا وتعلن نتائجه لأن الأمر أيضا من النائب يعني إلى نيابة الاستيناف للي اطلع على الشكوة وتحقيق في أسباب الوفاة وندب طبيب شرعي والتصرف وفقا للقانون هل نتوقع نتائج حقيقية وشفافة تظهر نتيجة ذلك؟ سبق وأن تم تشكيل لجنة عقب الموضوع الذي كتبته في السجن في تاريخ 19 سبتمبر عن الأحداث عن بعض الروايات التي نقلتها على صفحتي في الفيسبوك هناك بعض الحكاية التي تحدثنا بها لبعض السجناء وتم تشكيل لجنة لكنها بالأخير نتباجأ يوم أمس بأن يتم استهداف بخروج البطل هرشل من السجن وخبر الفاجعة التي سمعنا بها أنه تم تعذيبه حتى الموت بحسب المصادر كما أن هناك مصادر أخرى كما ذكرناها سابقا تقول أن هرشل تم شنقه وخريقه أنه شنق نفسه في الحقيقة أنه هو بطل وليس من الشخصيات الضعيفة التي قد يشنق نفسه أما لجنة الحقيقة هذه قد يكون مصيرها مثل مصادر اللجان السابق ولهذا نحن نطالب قيادة الشرعي مثلا برئيس الجمهورية ونائبه بالتدخل في حالة كل المتسببين في هذه الحادثة إلى التحقيق ثم محاكمة المتورطين في ذلك هناك أكثر من قضية مثلا هناك العديد من الموقفين في السجن الاستخبار العسكري وهذا بحسب ما بلغني اليوم هذا أن هناك العديد من الموقفين مثلا هناك شخص يدعى المحنى تم إدراجه السجن الاستخبار العسكري لا أعرف ما هي تهمته دون أن يطلب حتى التحقيق هناك الكثير من الموقفين هناك نحن نطالب حل جذري لهذه الإشكالية إن كان هناك ناس متهمين فليتحولوا إلى النيابة وإلى القضاء ويحاكموا حتى بمحاكمة عسكرية وإن كان هناك تعسفات خارجة عن إطار القانون يجب وضع حد لها نحن نريد دولة ونطالب دولة القانون التي تحكم الجميع لا نريد حالة الفوضى والتعسفات التي تكون خارج إطار القانون لأن هذا هي تسئل الشرعية وتفرق الشرعية من محتوها وتحولها إلى مدانة هذا ما هي حلم اليمنيين الذي يجب أن يتم تصديره لكل اليمنيين هي حلم الدولة المدنية الحديثة ونحن لم نترك بيوتر ونشرد ونطالب من مليشيات الحوثي إلا لأننا اتخذنا مواقف من أجل الدولة الحديثة ورفضنا العقاء اللي يرفضه وقاومنا مليشيات الحوثي لأننا رفضنا موارساتها العبادية التي خارج عن إطار القانون نرفض العمل مليشياته ونطالب بفرض مؤسسة الدولة نعم أستاذ حفظ أنا لفظتني الورقة التي تم رفع من قبل أهالي الفقيد وهم يتحدثون عن سجون أو معتقلات سرية تم تسميتها أيضا تم إخفاءه قصرا من سجن الاستخبارات رغم متابعتنا المستمرة لإفراج عنه ولم نعرف أين تم حبسه حتى تم إشعارنا يوم أمس بأن المذكور جثة هامدة بمستشفى الهيئة بمأرب يعني أن تخفى شخصية ما بهذا الشكل أن يعتقل في سجن سري لا يستطيع أهله متابعته نحن نتحدث يفترض عن دولة دولة حقيقية في مأرب لكن ما يحدث لا يعكس ذلك مطلقا يعني هناك تشابه بين هذا الفعل وفعل الميليشيا التي تخفي قصرا كثير من أبنائنا في سجونها ويموتون حتى يعني يعذبون حتى الموت يعني هذه إشكالي حقيقية يعني تصدر المتأمل خيرا من مأرب ما الذي يحدث؟ نعم بالنسبة للسجون هناك كما نطالب كما تحدثنا فإننا نطالب وزارة حقوق الإنسان بالتدخل وتشكيل لجانة للتحقيق في كل سجون وخصوصا المظلومين يعني هناك العديد من المظلوميات قد رم أنه أطرف الشخص يذهب إبلاغ كاذب لك ويوديك في 60 داهي كما يقول المثل هناك أشخاص كما ذكرت سابقا العقيد أحمد المحنى كان الضباط في الجيش له ثلاثة أشهر الآن في دائرة الاستخبار العسكرية يعني يتابعوا هناك متابعة هناك أشخاص يعني أحيانا يتم اعتقالهم من الطرقات كما بلغني الآن هناك قدامي قائمة طويلة يعني أن مثلا لمن تم وضعهم في السجون هناك أشخاص لا يعرف عنهم قبل أيام كتب أحد الأصدقاء على الفيسبوك يدعى عبد الفتح الغريبي أنه شخص يدعى طبيقة دومري أنه تم إخفاء في دائرة الاستخبار العسكرية وكذلك تعرض للتعذيب كما أنه تم إيقاف راتبه وفيما أبنائهم مشردون ونازحون في المناطق المحرّة وقال أنهم سيكونون في الجوف ولا حد أن لا حد يعلن ما مصيري كما أنه بإضافة إلى هذا قالوا أن أبناء بدون تدريس هناك لا بد أن يوضع حد لهذا شيء نريد حل جذري لكل هذه الإشكاليات في السجون التي توجد سواء في سجن الاستخبارات العسكرية أو في الشرطة العسكرية حتى في السجون المدنية وانطال بفرض الدولة والنظام القانون وستظل هذه المطالبات مستمرة وإذا كان هناك أي شخص مغرب بل يحاكم ويقدم المحاكمات نعم إذن يوسفني أستاذ حافظ أنتهى وقت معك شكرا جزيلا لك الكاتب والناشط السياسي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب وينضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية ولكن من تعز السيد ياسر المليكي الراصد والناشط الحقوقي مساء الخير أستاذ ياسر نساء النور والعافية أهلا بك أستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام أهلا أستاذ ياسر يعني ملفات انتهاكات التعذيب في اليمن تتصاعد يعني تدريجيا بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهذا ما نلحظه ما هي معلوماتك حول ملفات التعذيب في السجون بداية دعيني أترحم على الضحية الذي توفي بسبب التعذيب في محافظة مارب القندي ضيف الله نهشل وترحم على كل ضحايا التعذيب الذي نسقطه في كافة السجون التي تتبع أطراف النزاع سواء في صنعاء أو عدن أو هنا في تعز وكذا في مارب وغيرها من السجون اليمنية التي تتبع كل أطراف الصراع المسلح في اليمن أقول أن موضوع التعذيب في اليمن موضوع شائك ومعقد ومرتكبه في نفسيته دناء وحقارة لا يمكن لعاقل لا يمكن لسوي أن يرتكب هذه الأفعال وخصوصا أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية والعقوبة التي يتعرض لها السجوناء والمعتقلين والمغتطفين في كافة السجون أطراف النزاع المسلح في اليمن قريمة التعذيب من السلامة القسدية من الحقوق الفردية التي كفلتها كافة الشرع وكافة المواثيق الدولية إضافة إلى الدستور اليمني والقوانين المحلية وبالتالي فإن أي انتهاك لحرمة القسد أو الكرامة الإنسانية هي مقرمة تحت أي ظرف وتحت أي مبرر وتحت أي ظروف قاهرة يتعلل بها أطراف النزاع في اليمن أقول أن ملف التعذيب ملف شائك ابتدأته جماعة الحوثي أو لنقول ميليشي الحوثي وقوات صالح إبان تحالفهما منذ إسقاط العاصمة صنعاء كانت هناك قرائم بشعة موت تحت التعذيب للعشرات من المعتقلين والمختفين قسريا سوء المعاملة والتعذيب الوحشي تعرض له عدد من السجناء أو لنقول عشرات المعتقلين في العاصمة صنعاء وهنا في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية أصبح سلوك التعذيب لدى جماعة الحوثي سلوك ممنهج ترتكبه عن سبق إصرار وترصد وخصصت لهذا الفعل كثير من قنودها ودربت كثير من أفرادها بل أن هناك خبراء تعذيب عراقيين أو لبنانيين بحسب شهادات سمعناها من المعتقلين يتناوبون على تعذيب السجناء في عدد من المعتقلات اليمنية خصوصا في العاصمة صنعاء أضف إلى أن السجون التي تتبع القوات الأمنية والعسكرية التي تشرف عليها الإمارات العربية المتحدة في عدن ذا عصيتها وانتشرت سوءتها إلى الحد الذي وصل بتعذيب المعتقلين إلى الاغتصاب الجنسي إلى الممارسة الجنسية هذه الجرائم وهذه الممارسات لم نكد نسمعها في السنوات السابقة إلا في هذه القرائم إلا في هذه السجون التي تتبع أو تشرف عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة عدن إضافة إلى محافظة حضرمود قريمة الاغتصاب أيضا مورسة ولكن بشكل أقل أو أخف في العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي بحسب شهادات سمعناها واستمعنا إليها من عدد معتقلين أو سجنا في عدد من السجون في العاصمة صنعاء إضافة إلى أن هذه القرائم أو هذه القضايا التي سمعناها في مدينة مارب لم نكن نسمعها في السابق لكن للأسف الشديد يبدو أن هذه القريمة أصبحت تمارس بشكل ممنهج إن لم تكن بشكل ممنهج في هذه المدينة فإن هناك تواطئ وعدم محاسبة لكل من يقوم بهذه الأفعال سواء في السجون التي تتبع القوات الأمنية أو السجون العسكرية وخصوصا هنا الاستخبارات العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع ومقرها في محافظة مارب أضف إلى أن هناك عدد من المعتقلين مورس عليهم تعذيب وحشي وبشع هنا في مدينة تعز من عدد من أطراف النزاع ومن فصائل المسلحة أتحدث هنا عن ثلاثة معتقلين توفوا تحت التعذيب سواء في سجون تتبع فصيل أو جماعة كتاب أبو العباس إضافة إلى معتقل عذبة في سجين اللواء 35 مدرع إضافة إلى سجين آخر تم تصفيته في كتيبة الاحتياط في اللواء 22 ميكا إضافة إلى عديد قرائم تعذيب مورسة في عدد من السجون سواء في مبنى الأمن السياسي نعم أنت أنت تحدثني أستاذ ياسر عن عدد من المحافظات يمارس فيها أو في سجونها العديد من ألوان وأصناف التعذيب يعني من صنعاء إلى إب إلى عدن إلى شبوة إلى تعز شهد اليمنيون موجة تعذيب وحشي وصل للأسف إلى حد الوفاة ما هو تفسيرك لهذه الوحشية في التعامل مع من يقع في هذه السجون سواء كان من قبل الحوتين أو الإماراتين أو المجندين أو الفصائل المسلحة أو الحوتين يعني ما الذي يحدث؟ قلت لك أن هذا السلوك أو سوء المعاملة التي تمارس ضد المعتقلين سواء في العاصمة صنعاء أو في المحافظة عدن أو هنا في تعز ومارب والحديدة وإب وكثير من المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها أطراف النزاع يمارس هذا التعذيب بطريقة وحشية إما أولا لترهيب هؤلاء المعتقلين ومن خلفهم جماعات سياسية أو فصائل معارضة أو سواء في العاصمة صنعاء التي تمارس جماعة الحوثي ضد عديد من المشطاء الصحفيين المعارضين إضافة إلى محافظة عدن التي كان أكثر المعتقلين فيهم منهم مناوئين للتوقه الذي تكيفه أو تسير عليه دولة الإمارة العربية المتحدة ودرعها الأمنية والعسكرية في محافظة عدن وكذا محافظة حضرموت هذه الوحشية هي لابتزاز أو لتخويف هؤلاء الخصوم أو هؤلاء المعارضين ومن خلفهم أحزاب وجماعات وأسرهم أيضا إضافة إلى أن هناك كتم أصوات المعارضين والنشطاء الصحفيين والحقوقيين أتحدث عن نشطاء حقوقيين وصحفيين بالعشرات إما في العاصمة الصنعاء أو في العاصمة المؤقتة عدن في العاصمة الصنعاء هناك عدد من الصحفيين المعتقلين إضافة إلى النشطاء الحقوقيين 12 صحفي يمارس بحقهم تعذيب وحشي وبشع منذ ثلاث سنين إضافة إلى زميلنا الناشط الحقوقي في محافظة ذمار علي الآنسي نعم أستاذ ياسر سأعود للحديث معك من زيارتها أو نعم أستاذ ياسر سأتحدث معك حول هذه النقاط ولكن اسمح لنا أن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأخت أم أحمد المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين من صنعاء مساء الخير أم أحمد مساء النور أهلا بك أم أحمد لا أدري في كل مرة يخرج فيها أحد السجناء جثة هامدة أعلم أن جميع الأمهات يمسكنا قلوبهن بأيديهن خشية أن يكون هذا الخارج ابنة تلك أو قريبها ما الذي يمكن قوله في مثل هذه المواقف حين تخرج أو يخرج المساجين جثة هامدة من قبل السجون ربما آخرها الذي خرج من سجن مأرب ضيف الله أرشاد بالفعل سيدتي الأمهات يمسكنا قلوبهن كل ما سمعنا عفوا أم أحمد أنا أستمع لك فقط عبر سماعة الهاتف أتمنى أن ينتقل الصوت إلى الأستوديو نعم تفضلي كما ذكرت سيدتي أنه بالفعل الأمهات يمسكنا قلوبهن خوفا لأن يكون هذه الجثة الهامدة التي تخرج هو ابنها هو أقوها هو زوجها كلما سمعت أحد الأمهات أو أحد الزوجات عن جثة هامدة تخرج تنسك على قلبها وتشعر أنه ربما يصل اليوم الذي يصلها مثل هذا الخبر الأليم يصلها مثل هذا الخبر الفاجعة اليوم وقبل فترة أيضا سمعنا عن أحد المغتطفين محمد سعيد الذي خرج من سجون الحوج في تعس ولم يلبس عدد من الأيام وهو في المستشفى يعالج ولكنه فقد حياته بسبب التعذيب الوحي الذي لاقه في السجون وغيرها من الحالات الكثيرة نحن في الرابطة أحصينا أكثر من 128 حالة لمغتطفين يقتلون في السجون إما تحت التعذيب وإما بالتفصيل الجسدية والإعدام داخل هذه السجون نعم إذن أصدرتنا أيضا بيان وضحتنا في هذه الحالات بالتفصيل وبمختلف المحافظات هل يجد مثل هذا البيان صدى لدى منظمات المجتمع الدولي لدى على الأقل وزارة حقوق الإنسان لأن كثير من حالات التعذيب أيضا تقع تحت السجون التي تشرف عليها الشرعية على الأقل ربما تقصدين التقرير الأخير الذي صدر عن الرابطة والذي تم إشاره قبل أمس التقرير كان هناك فصل كامل عن القتل تحت التعذيب وذكرنا في أن 128 حالة تم توثيقها لدى الرابطة بالقتل تحت التعذيب منها 71 حالة تحت التعذيب الشديد وبقية الحالات للتصفية والإعدام التقرير كان بمثارة رسالة للمنظمات ورسالة كما ذكرنا في نهاية التقرير بتوصياتنا أنها رسالة لرئيس الجمهورية رئيس الحكومة لوزارة حقوق الإنسان المبعوث الأممي وغيرهم هذه رسالة لكم أن تأخذوا موضوع التعذيب القتل تحت التعذيب موضوع الجد هذه حياة الناس التي تهدر في التسجون نحن نضعها بين أيديكم نضع معاناتهم نضع الأساليب المروعة التي تعرضوا بها أمامكم لكي تتخذوا قراراتكم لكي تتخذوا مواقفكم الإنسانية والأخلاقية تجاه هذه القضية ذكرتكم أن الرابطة قدمت في توصياتها المطالبة بإيقاف هذا التعذيب المطالبة بتقديم المتشببين في هذه الانتهاكات للمحاكمة العادلة أيضا عدم الإخلات من العقاب لأي من الجهات المنتهكة سواء التي جماعة الحوثي أو غيرها الجماعات المسلحة المدعومة من الإمارات أيضا الجهات الشرعية التي تتبع الحكومة الشرعية نحن تسمني أن يكون الجميع تحت طائلة المشاء القانونية عن حالات التعذيب وبالأخص حالة القتل تحت التعذيب نعم أم أحمد هل من دوركنا أيضا متابعة التحقيق لبعض الحالات مثل هذه الحالة التي توفي فيها ضيف الله هرشل والتي رفع أهالي الضحية الطلب لأن أب العام للتحقيق وتشريح الجثة هل من دوركنا المتابعة لمثل هذه التحقيقات في الحقيقة دورنا يتوقف على إبلاغنا نحن كثير من الأسر تلزع إلينا في إبلاغنا نحن بمتابعة القضية ونحن نساند هذه الأسرة مثلا في إيجاد طبيب شرعي في التواصل مع المحامين في مختلف الإجراءات التي يمكن أن تحفظ من هؤلاء الضحايا حقهم في المستقبل لكن نحن لم نتلقى حتى الآن بلاغ من أسرة ضيف الله هرشل مع أن تقف علينا أيضا مسؤولية في أننا سنتابع القضية ليست فقط لم نتوقف عند عدم وجود بلاغ لكن سوف نتابع القضية من باب أنه حفظ لحقوق الضحايا وعدم ضيات الحقوق نعم شكرا جزيلا لك يا أم أحمد المتحدثة باسم رابطة أمهات المختطفين كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء عود إليك أستاذ ياسر أستاذ ياسر ألا تجد أو توجد آلية حقوقية ضاغطة يمكن أن تعمل على كشف المتورطين في هذه القضايا خاصة وأن كثير من قيادات هذه الأماكن السرية أو السجون التي يتم فيها التعذيب تتنصل عن معرفتها بما يحدث يترك الحبل على الغارب لقادة السجون ليمارسوا فيه أبشع أنواع وحالات التعذيب ملف التعذيب كان مغيبا في السنوات الماضية أو نقول منذ سنة تقريبا لكنه أصبح أو ارتفع إلى فوق الطاولة وخصوصا تلك الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي أو القوات التي تشرف عليها الإمارات في عدن إضافة إلى ما انتشر من أخبار عن وفاة تعذيب معتقلين هنا في تعز أو مدينة مارب منظمات المجتمع المدني أو وسائل الضغط والتحشيد الذي يمكن أن يقوم به أو تقوم به منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بلغ حدا يمكن القول أنه جيد أو مقبول هناك كثير من أدوات المناصرة التي استخدمتها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وهناك فضح وتعري وكشف لكثير من هذه القرائم في عدد من المحافظات اليمنية لكن ما ينقصنا هنا هو المحاسبة والمسائلة أما دور الفضح والتعري والكشف كثير من المنظمات سواء منها المحلية أو الدولية وسواء منها وسائل الإعلام المحلية والقليمية أو الدولية كان آخرها التقرير التحقيق الاستقصائي للشيتيدة بيريس الذي تحدث عن قرائم تعذيب ممنهقة في السجور الإماراتية بعدن إضافة إلى كثير من المنظمات سواء نظمت يوم الرائد سواتشال الدولية والعفوة الدولية تحدثت عن قرائم تعذيب في عدن وفي صنعاء هذه قريمة التعذيب فضحتها كثير من وسائل الإعلام وكثير من المنظمات الدولية لكن ما ينقصنا هو التكتيكات التي ينبغي أن تعمل عليها منظمات المجتمع المدني لمناصرة هؤلاء الضحايا وبالتالي الترافع والدفاع عنهم أو إيصال صوتهم إلى القضاء هذه الجزئية لم تصل إليها منظمات المجتمع المدني بعد إضافة إلى أن مسؤولية الحكومة الشرعية وخصوصا في المناطق المحرّة والتي تسيطر عليها وأخص بالذكر هنا محافظات عدن ومارب وتعز وحضرموت وشبوة لم تقم الحكومة اليمنية بما يمليه الدستور اليمني والقوانين اليمنية من مسؤولية تجاه هؤلاء الضحايا وتجاه مواطنيها وتجاه هؤلاء المسؤولين المكلفين من قبل الحكومة اليمنية والذي تقع عليهم مسؤولية هذه الجرائم المرتكبة وبالتالي فإن على الحكومة اليمنية فتح ملف التحقيق بشكل جدي وأن لا تخرج هذا الملف من يدها لأن هذا الملف خطير ومهم للغاية ويمكن أن تتذرع به كثير من منظمات الدولية ضدها وقد بدأت وقد بدأت كثير من المنظمات الدولية بفتح هذا الملف سواء في محافظة عدن أو محافظة مارب أو تعز وهنا واقب الحكومة اليمنية التحقيق مع هؤلاء الجناء ومع المسؤولين المباشرين عنهم سواء في مدينة عدن أو مارب أو تعز أو حضرموت إضافة إلى أن مسؤولية المجتمع المدني وأهالي الضحايا عدم السكوت واتخاذ آليات مناصرة وتكتيكات حديثة وقدية للوصول إلى القضاء والوصول بهؤلاء الضحايا إلى عدالة وعدم إفلات الجناء من العقاب نعم لكن هل تعتقد أستاذ ياسيرو أنت تتحدث عن المنظمات الدولية الحكومة اليمنية باستطاعتها ولديها كثير من وسائل الضغط نعم أستاذ ياسيرو أنت تتحدث عن المنظمات الدولية هل تعتقد أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي قد أولوا ملف التعذيب في اليمن يعني على غزارته وعلى ثقلها أيضا الاهتمام الكافي أو هل أخذ نصيبه مما يحدث من اهتمام العالم خاصة ونحن نقرأ أحداث مؤسفة تود إلى الموت يعني ليس مجرد تعذيب عادي بالتأكيد لا للأسف أن ما تنشره كل هذه المنظمات المحلية الدولية وسائل الإعلام هو نقطة في بحر هذه القريمة الممارسة بشكل بشع وأخص بالذكر أن المنظمات الدولية تركز على الانتهاكات التي تمارس من قبل دول التحالف العربي سواء منها التعذيب في محافظة عدن أو قرائم القتل بسبب الطيران وتغفل كثير من القرائم التعذيب التي مورست من قبل جماعة الحوثي أو من قبل الحكومة الشرعية وخصوصا هنا ما ارتكبته جماعة الحوثي منذ ثلاث سنوات كان بطريقة ممنهجة وسائل بشعة لا يمكن لمنظمة تعمل بشكل شفاف وأمام هؤلاء الضحايا أن تغفل كل هذه القرائم وخصوصا ما ذكر في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان كان دوره في قرائم التعذيب متدني إلى الحد الذي لم نكن نتوقعه خصوصا في جرائم التعذيب والألغام ركز هذا الفريق على ما ارتكبته دول التحالف العربي من جرائم قاتل بسبب طيرانها الحربي وما ترتكبه دولة الإمارات من جرائم في عدن لكنها أعمت أو تغافلت أو تعامت عن كثير من جرائم التعذيب وجرائم الألغام التي ارتكبتها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية إضافة إلى أن هذه الجرائم التي تحدث وأنا أقول وبحسن نية هنا أنها جرائم فردية لكن للأسف الشديد أقصد هنا الجرائم التي تمارس في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية في محافظتي مارب وتعز للأسف الشديد هذا التعامي أو عدم المحاسبة نعم الجريمة الفردية في نهاية الأمر يجب أن المحاسبة فاعدها يمكن أن تكون ممنهجة لارتكاب قريمة التعذيب ضد الضحايا أو ضد هؤلاء الخصوم أو ضد كل من لا يريدون سماع صوته أو يريدون إسكات صوته نعم كنت أحدثت بأن مثل هذه الجرائم التي تسمى فردية يفترض أن يقف القانون أمام مرتكبها حتى لا تتكرر ونصبح أشبه بغابة من أراد أن يصفي أحد خاصة أن هناك فصائر مسلحة ما زالت خارج عن القانون ولكن ربما ما يستغرب كثيرا هو موضوع مأرب التي حدث ذلك في قيادة شرطة عسكرية يفترض بها أن على الأقل تحترم البزة العسكرية لهذا المسجون وأن يحاكم عسكريا إن كان عليه أي تهم أليس كذلك؟ وهذا ما أردنا الوصول إلي إلى أن هذه القرائم أقول وبحسنية أنها إذا كانت تمارس بشكل فردي فعلى الحكومة الشرعية والسلطات العسكرية والقيادات العسكرية في محافظة مارب أن تظهر قدية في التحقيق وخصوصا أننا أمام عدد من القرائم كشف عنها ضيفك الكريم الأستاذ حافظ مطير وتحدث عنها وشكلت لقنة للتحقيق في هذه القرائم لكن للأسف الشديد غابت هذه اللقنة ولم نسمع من تحقيقاتها شيء هنا ينبع على أن السلطات العسكرية في محافظة مارب لا يهمها من هذا الملف شيء ومقصدها إسكات وسائل الإعلام والنشطة ومنظمات المجتمع المدني من توثيق هذه القرائم ليس أكثر أما على الواقع فإن دورها ضعيف جدا ولا يرقى إلى ما تأمله أسر الضحايا وما يأمله الضحايا أو منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين ببنف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على السلطات العسكرية في مارب أن تثبت جدية في هذه القرائم فإن هذه القيادات العسكرية مسؤولية مباشرة عن هذه القرائم التي ارتكبت سواء منها بحق هذا الجندي النقيب ضيف الله المرادي إضافة إلى القرائم التي كشف عنها ضيفك الكريم وقرائم أخرى لم تصل إليها نعم إذن يعني تتعدد هذه الجرائم بحيث أن مباشرة المجتمع المدني ونحن نتحدث عن انتهاكات مختلفة في محافظة مارب ويكاد أن يكون منعدم في المناطق الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي نعم إذن نتحدث عن هذه الانتهاكات المختلفة في عدد من المحافظات تطالعنا شبوة أيضا بالعديد من الانتهاكات اسمح لنا أن ينضم معنا السيد تركي شعب عضو المجلس المحلي في ميفا شبوة عبر الهاتف مساء الخير والسلطة تركي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتك وعليك السلام سيد تركي أتعد الله مساءكم جميعا عنك أهلا بك نود أن تحدثنا سيد تركي عن حادثة ناصر الأسي التربوي الذي من شبوة أعتقله ثم أفرج عنه ثم تحدث عن ما تم له من تعذيب أو ما حدث له من تعذيب ثم فأعتقله مرة أخرى قبل يومين ما هي ملابسات القضية أولا ما يدور في أملية الاعتقال هي خارج عن نظار السلطة القضائية في محافظة شبوة ونعلم جميعا أن دور السلطة المحلية والسلطة القضائية ضعيف جدا هناك اعتقالات مستمرة بدون أي وجه حق إن كانت في ميفعة وإن كانت في شبوة عامة فأخ ناصر الإدريسي هو معلم ومربي أجيال ومن اعتقالوه هم تلاميذ من تميين إلى النخبة الشبوانية الاعتقال جاء تعسفي وتم اعتقالها ليوم أو يومين ثم تم إطلاق سراحة ثم تم اعتقالها مرة أخرى والاعتقال تعسفي وبدون أي وجه حق قانوني وبدون عمر قضائي وانتهاك فارخ لحقوق الإنسان في اعتقال هذا الشخصية التربوية البارزة وليس الأول هو بأي تهمة تم اعتقاله أستاذ تركي بصفات شخصية بدون أي صفات قانونية الأمور كلها خارجة عن السلطة القضائية أنا قلتها من أول أن هناك اعتقالات بدون السلطة القضائية وبدون السلطة المحلية لا تعلم تماما عن أي اعتقال هذا ليس الانتهاك الأول الموجود في شبوة أو الذي تمارس قوات النخباء الشبواني المدعومة من قبل الإمارات يعني ألا يدرك هؤلاء أستاذ تركي أن هذه الانتهاكات يعني يمكن أن تخضوهم للمسألة القانونية ربما ليس الآن بحكم أنهم هم من يتحكمون بالمشهد ولكن مضاحق وراه مطالب كما يقال الوضع خارج عن سيطرة الدولة تماما عن الشرعية والوضع بيد أشخاص يديرونها أشخاص تبع جهات أجنبية أخرى فليست الشبوة بل هناك اعتقالات كثيرة داخل كناتير هناك في ميفة عليه سجون بل هناك كناتير يتم إدع فيها كل من يعارضهم وكل من يتكلم في حرية الصحافة وحرية الرأي والرأي الآخر هناك أيضا تعذيب حتى الموت وعلمتم وضلعتم أنتم في قناتكم ما حصل في ميفة قبل فترة من وفاة شخص وأيضا يعني التعسفات ولا زالت الكناتير يقبع فيها كثير من الناس لا نعلم عددهم ولا نعلم ولا نقدرنا أن نحصيهم كون هناك جهات مخولة لا بد أن تقوم بمقامة وهي في شرعية والسلطة القضائية غائبة تماما أيضا السلطة المحلية المحافظة حقنا ما بين مؤيد ومعارض فهناك أمور كثيرة اختلطت في شبوه من يدعي الحق ومن يدعي الأولوية في محافظة شبوه ومن هو الوصي على محافظة شبوه نعم للأسف هذا ما يحدث شكرا جزيلا لك تركيبا شيبة عضو المجلس المحلي في شبوه كنتم معنا عبر الهاتف من الرياض أعود أخيرا لك أستاذ ياسر أستاذ ياسر رابطة أمهات المختطفين واستقت 71 حالة تقريبا التي يعني حالة موت تحت ذات تعذيب في اليمن و48 حالة إعدام متصفية داخل السجون لم يعد الأول مقتصر على محافظة بعينها أغلب المحافظات يتم هناك سجون سرية ويتم فيها التعذيب كيف يمكن الانتصار لهؤلاء الضحايا والحد من هذه الجريمة التقرير الصادر عن رابطة أمهات المختطفين كان تقريرا منطقيا ومقبولا وأقول أن ما وردت فيه من أرقام كانت في الحدود الدنيا مما هو موثق لدى عديد منظمات المجتمع المدني وثقت 128 توفوا بسبب التعذيب أو اعدموا تم تصفيتهم في السجون هذا الرقم ضئيل جدا لكنه مقبول ومنطقي وهذه القهود الشعبية التي تقوم بها رابطة أمهات المختطفين هي قهود مشكورة وقهود ينبغي تشجيعها وكل ما أوردته هذه الرابطة هو لحفظ ذاكرة الأجيال وحتى لا تسقط هذه القريمة بالتقادم وينبغي أرشفة كل هذه القضايا وكل قرائم التعذيب في اليمن بطريقة منهجية وهنا دعوة لكل منظمات المجتمع المدني لكل النشطة لكل وسائل الإعلام أن يحفظوا حقوق هؤلاء الضحايا أن يحفظوا ذاكرة الأجيال وخصوصا في هذه القريمة التي لا تسقط بالتقادم هذا ما نصت عليه كل المواثيق الدولية والدسور اليمني وبالتالي فإن ما تمارسه كل أطراف النزاع المسلح في اليمن وينبغي أن يكون ذلك في حسبانها أن قريمة التعذيب وكل جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تسقط ولا يمكن أن تمر مع مرور الأيام ومهما طال الأمر فإن أسر الضحايا وإن الضحايا وكل نظمات المجتمع المدني ستفتح هذه الملفات المرعبة والموحشة وخصوصا منها ملف التعذيب الذي يتعلق بخدش آدمية الإنسان وكرامته ويسلبه في كثير من الأحيان حق الحياة سوى المعاملة والتعذيب نعم للأسف انتهى الوقت أستاذ ياسر تحدث سواء في السقون هنا في محافظة تعز أخص منها نعم شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر إضافة إلى سقن بير أحمد إضافة أضيف إلى كل السقون السرية في العاصمة صنعاء وكل المناطق المحررة هنا في تعز أو مارب أو حضرموت أو غيرها من الحافظات اليمنية كل هذه السقون تحت طايلة منظمات المجتمع المدني نعم نتابع هذا الملف أستاذ ياسر يعني بقدر ما نستطيع وتحت رقابة وبصر وسائل الإعلام وبالتالي فإن كل هذه القرائم ستظل وصمة عار في جبين هؤلاء القناة وكل من يأتمر بأمرهم والدول التي توجه مثل هذه الأعمال أو تمارس مثل هذه الأعمال نتابع هذا الملف أستاذ ياسر يعني بقدر ما نستطيع ولا نتركه بإنه تعالى وفي حلقاتنا القادمة يعني سنولي اهتماما خاصا بهؤلاء المختطفين ومن يتم تعذبهم بهذا الشكل شكرا جزيلا لك ياسر المليكي الراصد والناشط الحقوقي كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تعز أعز الشكر لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسن مطابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة